موسيقى في نوعية كده من الناس حوالينا وفي دايرة معرفنا عبارة عنكم بلد احباط مش عجبهم العجب ولا صيان فراجب يقولك وهو محموق وهيطقلوا عرق البلد حال هتشقلب والهالس والمسخرة بقى هم اللي دايرين وما فيش تقدير للناس الشطرة وكلها ماشية بالشوء اللا وان الدكتور بعد دحس سنوية عامة ومجموعة 99% ومرمطة في الجامعة وابحاث وماجستير ودكتوراه مرتبه في السنة كلها بيساوي مرتب مغني من بتوع المهرجانات في ليلة واحدة بس يا جيبة كم فالمية يا جيبة يا واحد بس طيب ليه الهالس او بلاش نقول عليه كده وخلينا نقول الترفية والرفاهية متقدر اكتر من الجد على الرغم من انتشار الامراض والاوبئة وحاجتنا الشديدة للبحث العلمي والدكاترة حبينا نشوف الموضوع بزاوية تانية لقينا في علم الاقتصاد السلوكي دراسة عملها الاتحاد الاوروبي بتقول ان نسبة اللي بيصرفه الفرد او الاسرة على الحاجات الترفيهية والسلح الجير معمرة بتوصل لـ 68% ودي الحاجات اللي بنستفيد منها بس لمدة دقايق وكتيرها قوي بتقعد معانا 3 سنين والباقي اللي هو 32% بس بتصرف على التعليم والصحة واللازم منه والكلام ده اتفصر بان الانسان هدفه في الحقيقة انه يستمتع ويبعد عن اي حاجة توجع دماغه شوفيني بلي كبارين دا غير انه معظم الحاجات اللي ممكن البعض يشوفها تفها وهلس هي اللي بتعيش في ذكرياتنا وبتعلم معانا لسنين يعني عمرك هتنسى مثلا صاحبك ابن النقطة او بودم خفيف اللي كان معاك في ابتدائي وضحكوكو مع بعض لكن صاحبك الدحيح بتعى الدسك الاولاني ده ممكن ما تفتكروش قوي الموارد الاقتصادية واعلاقتها بايه اعلاقتها بلون الشرع حتى ياخ المكلسوم لسه كوكب الشرع ومن جيل لجيل بيسمعوها ومحدش عارف ينسى اغانيها رغم انه عدى على موتها نص قرن تقريبا في الوقت اللي عمرك ما هتفتكر اهم خمس علماء جم كلال الخمسين سنة اللي فاتوا بلغة الاركام مصر زودت مخصصات البحث العلمي ب 15 مليار و 22 مليون جنيه في الموازنة الجديدة اللي جاي باجمالي 79 مليار و 300 مليون جنيه الا ان مازال اقبال الناس على الترفيه اكتر من التعليم والتطوير يعني عمرك شفت واحد عشان يغير جوه ياخد عياله يروح بيوم متحف الجيولوجي مثلا خد عندك المصريين متوقع يصرفوا السنة دي تريليون و 130 مليار جنيه على الاكل والشرب والترفيه منهم 93 مليار و 22 مليون جنيه للمشروبات الكحولية و 44 مليار و 800 مليون جنيه على التدخين و 34 مليار على مستلزمات العناية الشخصية زي الشامبوهات والسان بلوك والحركات دي وده بحسب مؤسسة فيتش الدولية للاسف ده بيخلق حالة من اليأس لكتير من الناس لمجرد ان الواحد معه شهادة عالية ماجستير او حتى دكتوراه ومش تلاقي شغل او مش متقدر زي ما هو عايز لانه ما بيمشيش مع اتياجات السوق اللي بيحكمها لعرض والطلب يعني الموضوع بيتحسب سعرك في السوق كام او بحجم جمهورك وتأثيرك عليهم من الاخر ما تزعلش لما تلاقي مطرب او مغني شعبي وليه جمهرية وتلاقي الدكتور مفيش حد يعرفه غير اهل وكم واحد من صحابه لان ببساطة مش كل الناس بتتمزك بعلم الدكتور ده لكن ناس كتير قوي انبسطت وفرفشت بغاني الفنان ده محمد صلاح مثلا كمتو التسويقية وصلت ل 105 مليون دولار ووجز سعرت اسكارتو في اخر حفلة عملها في باريس حوالي 40 يورو في الوقت اللي متواصل دخل الطبيب في مصر 3700 جميع بص احنا مش جايين نقر على خلق الله ونبص في رزقهم او نقلل من نجاحهم لكن الموضوع ما بقاش زي زمان مبني على تنسيقك في السنوية العامة كام ومعاك شهادة ايه او اشتغلت كم سنة السؤال هنا بقى تفتكر الحل اننا نشتغل في الهالس و بس ولا ممكن التعليم والشهادات تبقى مرتبطة اكتر باحتياجات الناس وتتسوق لهم صح من غير كالكعه مالش هنرجع تاني واهكرر انا هنا بقى لتبس بتعلم الكلام الاول يعني بيجبوني وان الدكتور بعد تحها الثانوية اعمة تحها ارجع تاني اعمة منهم وديك كارثة ارجع محمد ارجع اسلام منهم وديك كارثة ما لسا أنا شايفة كرس بس مدرس